اخبار اليوم وطبعاً من حقود طبيعة فكرة إنشاء الجرسة الصناعية تقوم على الأهداث والأهداثية الأساسية أولاً، مصر معظم الزراعة فيها هي زراعات صغيرة جداً مفتتة وبالتالي عدد كبير جداً من الممتجين الزراعيين، هم الثلاثين، بيقوموا بندات كل واحدة وبينت الجزء صغير جداً من الممتجين وبالتالي ده نهوزة واضح وصريح للـ price takers أو قابل الثمن اللي شروط التبادل وشروط التجارة دايماً ما بتكونش في صفهم أو في صلاحهم لأنه هم بيقوموا الحلقة الأقوى ودايماً اللي بيشتري بيكون هو الحلقة الأقوى والوسيط بيحصل على ريع أو رنت من خلال صدفة وجوده أو قدرته على تحقيق هذه المبادلة من الثانين أن المنتج الزراعي يعني أكثر فتورت الأمور دي إلى أن أصبح يتداول ليس أو يتم إنتاجه وتداوله ليس بأفضل المواصفات والشروط لأن أصبح المنتج محفوظ بالكميات وليس بالنوعيات لأن لا توجد شهادات منشأ ولا أوراق تؤصل وتوصل وتصنف هذا المنتج فأصبحت الإنتاج في هذه السلع اللي هي منها الخبوك أصبحت إنتاجات يطبق عليها من إنتاجات جنائي ملهاش أصناف وركب تقدر تميزها ساعرياً وتعطيها تفضيل وبالتالي إذا كان الوضع هكذا فأيبقى كل المنتج محفوظ أنه ينتج الأرخص مش الأفضل لأنه بالنهاية بيبيع المنتج بنفس السابق نمرة ثلاثة كانت عمليات التنفيل ومسالة العملية مرهفة جداً للمنتج الزراع نحن نتفكر في ايه اختصاراً نحن ننشئ برصة سلعية برصة سلعية لها كيان ماتي لها كيان ماتي ولها كيان مالي وإجرائي وتشريعي نبدأنا الحقيقة بالجزء المادي وأنهينا بالفعل إنشاء وتحويل مية وخمسة شونة كانت شونة ترابية تكشوفة إلى أماكن تخزين حديثة جداً لها طرف الإستقبال والتخزين والتداول تتم بالفعل خلال شهور يعني مية وخمسة شونة تشريعي في محافظات كثيرة في مصر بدلني قربنا تماماً مني خمسة وعشرين سوماعة جديدة بتدخل الإنتاج تباعاً ابتداءاً من الآن وخلال شهور بسيطة حيث يكون كلهم تم الإبتهاب منهم دلوا واحدهم بيعملونا إضافة للطقة التفزينية لستاتيك أكثر من اثنين ونوص مليون طل الطقة التنزينية استاتيك استاتيك يعني لو هما مليانين هما بيتمش تدويره لكن الواقع أن ممكن يتم تدوير هذه الطاقات إلى عشر مرات في السنة فيبقى الضقرة تتصل إلى عشرين أو كمسة عشرين مليون طلقه دا رقب كبير بدل دا الشرق المالي الشرق المالي هو أن احنا عايزين نعمل بلادفور للسطوك ماركت عشان دا اللي عمل كنا محتاجين نستعين بالخبرات والقبارات من أماكن كتيرة اشتغلت في الـ بزرنا وجلنا ناس من الـ اللي هي وهي من أكبر الأماكن عملنا قام أيوم مع البورصة الـ بتاعت أوروبا في إيطاليا عملنا يعني انطلاع على معظم ما هو ساكن في العالم سواء في دول سبق أو في دول يعني في مرحلة التحول وقدرة أنها تعمل هذه البورصات السنة احنا عايزين نعمل ايه في الـ انا عايز من الآخر اوصل وده ان شاء الله احنا اوصله لمرحلة أن المزارع المصري على سبيل المثال اللي بيزرع القمح ما هيجي يزرع القمح في شهر اكتوبر او مبابر يبدأ المزارع ده هوت في المنطقة اللي بيزرع فيها يبدأ يتعاقد من خلال مثلاً عقد مستقبلي من خلال بقى البلادفورم اللي بيتعامل البورصة من خلال طبعاً سيستم للتجاول متطور جداً كما هو ساكن في هذه المجالات يقدر ينشئ هذا او يقدر يشتري هذا العقد بمرجن معين بيدفعه ويبدأ بعد كده من خلال طبعاً نظام للسلسرة بيتم تداوله في البورصة في ساكنتري ماركت بعد كده كتم عليه تعاملات مختلفة بالتبادل لكن اللي حيحصل باللحظة دي من شهر عشر او حداشر حيبقى المزارع في المثال ده الصغير على علم الفدان اللي هو زارعه او الطن اللي هو بتوقع ان يحصده الطن ده حيبقى ليه رقم ليه ساعده هو بيعلمه من لحظة الزراع او على الاقل عنه يقين بان ده الحد الأدنى اللي ممكن ان يحصل عليه وليكن الفين جنيه حيدفع عليه مرجل وليكن خمسين جنيه في الاول وبيلقى معاها ورقة الورقة دي ممكن بعد كده تذهب الى سوق ثانوي يتم من خلالها عملية تمويل لهذا الجزارة هذه الورقة يتم تداولها في حلقات ثالثة كما هو معلوم الى ان يأتي يوم الـ to be exercise معاها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة